يوم الحد 18 يونيو 2023 طلع خبر فقدين غواصة صيحية تبع شركة أوشنجيت اللي مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وقالوا إنها كانت في رحلة لمشاهدة السفينة الغارقة الشهيرة تايتانيك وشيلة خمس أشخاص وطول الإسبوع تكاهنات يا ترى إيه اللي حصل وخصوصا إن الشرك أعلنت إن الأكسوجين اللي فيها يكفي 96 ساعة فقط وبدأ العد التنازلي لحد ما المدة خلصت وبعد انتهاء المدة يطلع خفر السواحة الأمريكية ويعلن عن عصوره على حطام الغواصة وإعلان وفاة كل من كان فيها وهي دي حدوتة النهاردة شركة أوشنجيت عملة رحلة سيحية لزيارة الاستكشاف الأثار الغارقة لسفينة تايتانيك الشهيرة اللي غرقت في المحيط الأطلاندي سنة 1912 ومات في الحدثة دي أكتر من 1500 راكب فأول رحلة ليها من ساوت هامتن في بريطانيا لنيويورك في أمريكا فحدثة شهيرة جدا بعد استضامها وجاب الجليزي وتعمل عنها كتب وأفلام وتحكى نظريات كتير ومنها نظريات مؤمرة كمان المهم إن السفينة دي وحكايتها في ناس كتير جدا مهوسين بيها ولما أوشنجيت أعلنت عن رحلتها السياحية لزيارة حطام السفينة الشهيرة لقيت إقبال من أثرياء العالم اللي مستعدين لدفع 250 ألف دولار تمام التذكرة الرحلة بتبدأ من جزيرة نيوفاوند لند في كالدا في أخت لحد موقع غرق تيتاني بعد كده ينزلوا في الغواصة تايتن اللي الشركة بتقول إنها هتقدر تنزل لحد عمق 4000 متر في المحيط وتستكشف حطام التايتانيك اللي على عمق 3500 متر تقريبا تحت المية وتطلع تاني الغواصة طولها 6.5 متر تقريبا والبدن بتاعها مصنوع من ألياف الكربون والتايتانيون وهي عبارة عن أنبوبة ديئة جدا ما تقدرش إن انت حتى تقف فيها بتشيل أربع أفراد وقائد الغواصة من المفترض إن فيها أنظمة أمان لمرقبة الضغط في البدن خصوصا إنها بضغوص لعمق بيكون الضغط فيه تقريبا 400 ضعف الضغط على السطح الغواصة دي بيتم التحكم فيها من على السطح بدران شبه دراع البلاي ستيشن كده تقريبا ما بهاش أي نوافذ وحتى الركاب بيتفرجوا على الحطام على شاشة يعني بالنسبة لي نفس التجربة لو قاعد في السفينة على سطح الماية ونزل روبوت في كاميرا يصور لك الحطام الغواصة تايتن عملت كذا رحلة قبل كده بيحي كاتب التلفزيوني مايك ريس عن تجربته سنة 2022 وبيوصفها إنها كانت تجربة مربكة فهما بعد ما الرحلة بدأت بشوية البصلة وقفت وتقريبا كده كانوا بيبحروا عمياني بس عموبا هو رجع من الرحلة بسلام الغواصة دي تايتن كان عليها كلام كتير من ناحية اختبارات السلالة وطلعوا بالعظفين اتكلموا عن إنها غير آمنة وكان يعني يتم إسكتهم بشكل ما أو بآخر وحتى فيه منهم اللي رفع دعاوة قضائية لأنه على حسب تقرير طالع من فوكس نيوز إن الغواصة بتتحمل ضغط لحد ألف و300 أدم بس والشركة بتنزلها لعمق 4000 أدم في الرحلة الأخيرة للغواصة تايتن كان على متنها الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت الملكة للغواصة راش ستوكتن والمستكشف الفرنسي بول هندري نارجولت والملياردير البريطاني هيمش هاردينغ ورجل الأعمال البريطاني من أصل باكستيني شهزاية داود وابنه سليمان اللي عنده 19 سنة بس المحزن في القصة إن عم سليمان وأخت شهزاية داود الكبيرة قالت لقناة MBC إن سليمان كان خايف جدا من الرحلة وما كانش عاوز يروح لكن لما لقى أبوه متحمس جدا بسبب حوسوا بقصة سفينة تايتانيك اضطر إنه يروح مع باباه علشان يفرحه بعد ما الغواصة نزلت بقل من ساعتين الاتصال بيها فقد وابتدت التكاهنات لإنه محدش كان عارف إيه بالزبط اللي ممكن يكون حصل في الوقت دا وابتدت رحلات البحث عنها غواصات طيارات روبوتات مع إعلان العد التنازلي لغزان الأكسجين داخل الغواصة وتكاهنات بقى كتير ونظريات بس المشكلة إنه حتى لو كان الاتصال بس اللي تقطع منظام الأمانة اللي في الغواصة طلعها لسطح البحر برضو ما كانش الركاب هيقدروا إنهم يخرجوا منها وهيفضلوا محبوسين جواها لحد ما الأكسجين يخلص لإن الغواصة متصممة إنها تتفتح من بره بس وما فيش أي طريقة تانية ممكن إن حد جواها يقدر يخرجوا منها يوم الخميس 22 يونيو 2023 وبعد كام ساعة بس من انتهاء العد التنازلي لخزان الأكسجين أعلن خفر السواحل الأمريكي عن العصور على حطام بجوار موقع السفينة الغارقة تايتانيك وقال إن الحطام ده بيرجع للغواصة المفقودة تايتان وإن كل ركابها ميدو ورجحوا إن السبب هو انفجار داخلي في الغواصة تحت الضغط بعد انقطاع التواصل بينها وبين غرفة التحكم على السطح طبعا استعادت رفات المفقدين مهمة تقريبا مستحيلة وبتتقفل قصة فقدان الغواصة تايتان على الأقل لحد دلوقت ما بقدرش استوع بالرحلات اللي زي كده زي بسلا الناس اللي بتروح تسلق قمة إيفريست وهم شايفين جسس اللي سبقوه وهم طالعين في طريقهم للقمة وخصوصا لما الشرك اللي أنا هروح أدفع لها تذكرة 250 ألف دولار تمضيني على ورق يخلو فيه مسؤوليتهم مذكور فيه احتمال الموت أكتر من مرة وكمان ممكن أخذ ابني معايا في رحلة بالخطورة دي مش عارفة اكتبوا لي رأيكم هل ممكن تطلعوا رحلة بالمواصفات دي لو يعني قتلكم الفرصة ودي كانت قصة النهاردة أتمنى لكم كل السعادة واشوفكم على خير